نفذ أمس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بالكاف يوم غضب احتجاجاً على ما وصفه بمواصلة سياسة المماطلة والتسويف المعتمدة من قبل الحكومة وعدم توفير مسلزمات الموسم الفلاحي الجديد من بذور ممتازة وأسمدة كيميائية إلى جانب عدم يصرف مستحقات الفلاحين عن طريق صندوق الجوائح احنا الاتحاد توزي الفلاحة وصيد البحر يقعدنا مع رايد دراما عايز الحكومة اقعدنا مع وزيرة الفلاحة لكن للأسف الاتفاقيات اللي صارت وعملنا فيها وصارتها مع ذا الجلسة إلى يومين هذا ما صارش تطبيق حتى بمنت منها للأسف احنا نشوفوها اليوم يبقى ديمة كلم ديمة استهتار بالقطاع الفلاحي فلاحه اللي يتحمل الفاتورة واحده ديمة فلاحه نحنا اليوم نرمال مون فلاحه رو يخدم على روحه موجينة باش يحتاج هذه النهار المسيرة الثانية في ظرف 15 يوم دعم لها لكن لي من مجيب اليوم الفلاح قرر باش يخرج باش ينتفذ اليوم ما عادش حتى كعبة جمح تخرج من ولاية الكيف تمشي ألا ما جينا البذور ولا ما جينا المستلزل ما تلنتيش ولا ما الفلاح يخرج بسندوق الجواح الطبيعية يذكر أن عددا من الفلاحين نظموا وقفات احتجاجية الثلاثاء أمام دووين الحبوب بكل من معتمديات الدهماني والسرس والزعفران من ولاية الكيف بسبب النقص الفادح في بذور الزراعة من قمح وشعير وكذلك الأسمد المعدة للزراعة وطالبوا رئاسة الحكومة بالتدخل لحل هذا الإشكال لأن موسم البذر لا يمكن تأخيره بعد شهر أكتوبر